السلام عليكم عائلة صنغلو تارجيغي مرحبا بكم في فيديو جديد فلوغ جديد اللي راح نتقسم معاكم فيه واش حضرت تحليات لوحدة من صغرات الشهر رمضان وين كانوا عندي ضياف وفريمو هاتزوج وصفات سلكوني تاع الصح وشو نقول لكم اللي بنتهم كانت اكثر من رائعة حضرتهم بدون غلوتين دوقتهم للضيافي وعجبهم الدوق بالبزاف وقلت لي مالا نشارككم الوصفات اروع بسبوسة شوكولاتة مع تيراميسو بالنهابال فرجوهم تيها بسم الله وصلت والسلام على رسول الله اول وصفة راح نبدأوا بها هي بسبوسة شوكولاتة في غسيبيون حطي كلاتة حبات تاع البيض اللي يكونوا بدرجة حرارة المطبخ وضفت عليهم نصف كاس سكر وحبيبات الكاس اللي قصد بيه والكاس تاع ٢٢٠ ميلي لتر خلط المكونات مع بعضهم فقط باستعمال الخلاط اليدوي ونحاولوا انه نخلطهم مليح حتى نشوفوا انه السكر داب تماما بعدها نضيفوا عليهم نس كاس تاع زيت نباتية وديماران ينقيس بنفس الكاس نواصل الخلط ونحطوا الاضافة الثالثة اللي هي علبة تعياء وخط طبيعي بوزن ١٠٠ غرام تكون هي بدورها بدرجة حرارة المطبخ تكونوا خرجتوها شوية وقت قبل ما تستعملوها حملنا خلطنا المكونات السائلة ونروحوا للمكونات الجافة ونرح نحطه ثنين ملعق كبيرة تاع سميد الذورة المتوسط بالنسبة لبديل الكاكاو وافضل بديل صحي هو مسحوق الخروب تاع كاروما بالنسبة للفارين احنا استعمل فارين كلينات خاليط الحلبية ودركوا نقول لكم كيف تقدروا تعودوها فوق الزوج مغارف تاع سميد حطيت نس ملعقة تاع مسحوق الخروب كاروما واثنين ملعق فرينة بدون غلوتين وملعقة تاع كوكا ولا اي نوعية تاع مكسارات محمصة ومطحونة اختيارية وكيس خميرة الحلويات بوزن عشر غرام نخلط المكونات الجافة هدي مبدائيا كامل مع بعضها ونعس القاوة سقسيتوني المرة ليفت قميمة من وين تلقاي الوصفات ستقوني دخلت للمطبخ على الساعة الخامسة والنصف مساعة على بالي جاي انضياف وش نقدر نحضر حاجة لي وليهم نقعدو كيف كيف مع بعضانا نتناولو وجبة خفيفة كنت نحط المقادير هكذا من راسي ونعس القاوة بصح في المجموع حطيت ملعقة كبيرة تعمس حوق الخروب وحطيت معاه خمسة ملعق كبيرة تاع فارينة بدون غلوتين وكيس خميرة الحلويات واثنين ملعق تاع سميد اللي حطيناهم في الأول وكله هنا جمعت لكم كامل لمكونات الجافة اللي استعملتهم وش حال كانت لكمياتهم كنت نحط الفارينة بالتدريش حطيت ملعقتين من بعد ملعقة ملعقة وهكذا دواليك علاش نفضل تحطوا الفارينة بالتدريش لأنه مهما اختلفت نوعيات تال فارينة اللي تكونوا استعملتوها تقدر تنجح لكم عفوا هاد الوصفة دونك تقدروا تستعملوا فارينة توا خاصة بالحلويات ولا فارينة ميكس ولا حتى فارينة خاصة بالخبز ولا حتى نشأ الضورة حطينا المزيج فيهم اللي كنت دهنته مسبقا بكمية المارغارين وندخلهم الفرن اللي كونهم سخن ونطيبها أعلى 180 درجة نشعلها فقط من تحت كي نشوفها تنفخت وخلاص نشفت نشعلها من فوق حوالي دقيقتين باستعمال الكوردون حاولوا أنه تديروا هذه الحركة باش توزعوا العجين على كامل الصينية تاعكم هنسي نزرب لكم شوية في الفيديو باش ما نطوش عليكم بزاف عجبتهم البسبوسة بشوكولاتة بصح تيراميسوه هو بدوره عجبهم بالبزاف وكان ببنين أعطيت له هاد اللمسة خلاته يجي ذوق تاعه مختلف في غيسة فيهم حطيت زوج عولة بتاع بتي سويس وزن العلبة الواحدة 90 غرام ضفت عليهم كاسة بودرة شانتي ونصف كاس تاع الملكون بارد مليح نخلط هاد المكونات مع بعضاهم وكأنه هنطلعوا الكريمة باستعمال الضرب الكهربائي لمسة سحرية حطيت ملعقة صغيرة تاع نيس كافي ولا قهوة سريعة الدوابان أعطيت وحد الذوق للكريمة وشو نقول لكم بزاف بزاف هيلة إذا حتصقصوني شنو هي نمائيات القهوة المسموحة نقول لكم باللي هادي واحدة منها نيس كافي غولد تلقاو خلف العلبة سينزا غلوتين بمعنى انها خالية من الغلوتي بالنسبة لبودورس فاملت نوعية تاع ماداس اللي راهي بدون غلوتي بدون لاكتوز وبدون مواد حافظة نجيبوا إناء نحطوا فيه كميات الحليب نضيفوا عليها ملعقة تاع قهوة واثنين ملعقة تاع سكر نخلطهم مليح ونروحوا نغمسوا فيهم لبودور بالنسبة لبودورس تعملوا أي ذوق كان عندكم الكريمة حطيتها في إمبوش باش تسهل علي التشكيل وشكلت التيرامي ستاعي مباشرة في صحن التقديم تحبو تنجزوه في صينية في ديفيغين كي ما حبيتو تحبو تضيفو في الوسط تحشو كميات عشوكولاتا اختيني الجوز نوع تعمو كسارات تقدروا تحطو كذلك الموز ولا أي نوعية عفواكه كي ما حبيتو تحبو تستغنوا على القهوة نهائيا وتغمسوا لبودورتاكم في كمية الحليب وتزينوا كذلك بالفواكه المهم لكم الإختيار أنا أعطيتكم وجه حضرت وعطيت لكم أفكار وانتم الإبداع من قبلكم تقدر ثلاثة طبقات تالي بودور في كل مرة كنت نحط بودور ماء كريمة بودور كريمة هكذا حتى نكمل كامل الكمدية نروح نحطها في التلاجة تبرد وتزيني النهائي يكون وقت اللي نجي باش نحطها رح نحط عليها رشات على الكاكا رجعنا للبسبوسة حضرت الشربات اللي هي نصف كاس تاع سكر حبيبات مع كاس تعلما الكاس اللي قصد دي هو الكاس تاع ٢٢٠ ميليليتر ديمة نحطهم على النار ونبدأ نحسب لهم الوقت اللي يبدوا يغليوا عشر دقايق ونطفيوا عليهم نشربوا البسبوسة وهي سخونة بشربات تكون باردة ما تشربوهاش بزاف باش ما تجيش حلوة بزاف هكا في المعدل تشرب جيد طريا جيهايلة بصح ما لازمش نكثروا لها بزاف شربات لأنه رانا حابين نعطيوا لها واحد لاتيكس شور مختلفة على أنواع البسبوسة اللي ضقتهم القناج رح نستغنوا نهائيا على الكريمة السائلة حطيت 200 غرام تح شوكولاتة بالحليب وضفت عليها نصف كاس تح الحليب اللي يكون بدرجة حرارة المطبخ ضوبت شوكولاتة وزيت لها الحليب وزيت لها ملعقة تح مارغاري ضوبتهم كامل مع بعضهم وحطيتهم فوق السطح تح البسبوسة مرحلة هدي تح شوكولاتة تح القناج نديروها من بعد ما تبرد البسبوسة تحنا ونجنزينوها من على السطح إما بمبشور تح شوكولاتة كمية عموكسارات تخليوها هكذا كيما راهي ذرمي سالتا شوكولاتة هدي نوعية مستوردة وراهي دخلت لأسواق الجزائرية نوعيات محلية وشو نقول لكم يا ريت جيت نقدر نوصل لكم البنة تعادزوش تحليات كيفاش جات من خلال الفيديو والله يشوفوا البسبوسة وانا ضك نمونطي في الفيديو او يقول لرسي نضي اومي ماضيك عابدي حضري بسبوسة وحده اخرى تيراميسو كيفكي في جاب بزاف 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 بنين شاهدكم في الجنة ان شاء الله نتمنى انكم تطبقوا هاتزوج وصفات نتمنى انكم تكونوا موافقين في تحضيرهم هذه هي تحلياتنا اللي قدمتها للضيوف ورافقتها مع زلابيا اللي حضرناها مسبقا اللي رح نعاود نخليلكم رابط تاع الفيديو تاحها اسفل الفيديو تاليوم لصندوق الوصف اكثر تحليات جربتهم وعجبوني بالبزاف وشو نقول لكم صلاة